قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي احالت اوراق 106 متهمين من بينهم كل من محمد مرسي وسعد الكتاتني وعصام العريان ويوسف القرضاوي الى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون وتحديد جلسة الثاني من يونيو للنطق بالحكم في القضية الاطلاع على المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قررت المحكمة ارسال الاوراق الى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي تاني لابداء الرأي الشرعي فيما نسب الى كل من المتهمين محمد احمد موسى علي حسام عبدالله ابراهيم خليق الصانع عاهد عبدالرب خليل الدحدوح عبدالعزيز صبحي احمد العطار احمد عيسى علي النشار احمد غازي احمد ردوان اسامة فتحي علي فرحان انيس حسين منصور وافي عيسى زهير عيسى دغمش سعيد سمير سعيد شبير شادي حسن ابراهيم حمد مصطفى ناهد مصطفى شهوان السيد عبدالدايم ابراهيم عياد السيد محمود عزة ابراهيم عيسى احمد علي علي العباس ماجد حسن حسن الزمر احمد رامي عبدالمنعم عبدالواحد عبدالغفار صلحين عبدالباري محمد محمد حسن محمد الشيخ موسى ناصر سالم سالم الحافي يحيى سعد فرحان سعد محمد احمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي احمد ابراهيم بيومي صبرة السيد النزيلي محمد العواضة حسن علي ابو شعيشع علي رجب محمد محمد البنة علي عز الدين سابت علي يوسف عبدالله القرضاوي ايهاب السيد محمد مرسي وشهرته مروان محمد بديع عبدالمجيد سامي رشاد محمد علي البيومي محي حامد محمد السيد احمد محمد سعد توفيق مصطفى كتاتني محمد محمد مرسي عيسى العياط عصام الدين محمد حسين الاريان وحددت جلسة اتنين ستة الفين وخمستاشر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين وعلى النيابة العامة احضارهم من محبسهم لتلك الجلسة رفعة الجلس رفعة الجلس فيما قررت نفس المحكمة احالة اوراق ستة عشر متهما من بينهم خيرة الشاطر ومحمد البلتاجي ومحمود عزة وصلاة عبد المقصود الى مفتي الجمهورية لاخذ الرأي شرعي في قضية التخابر مع حماس وتحديد جلسة الثاني من يونيو للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين ممن لم يتم احالة اوراقهم وعلى رأسهم الرئيس الاسبق محمد مرسي في القضية رقم ستة وخمسين الف ربعمية تمانية وخمسين لسنة الفين وثلاثتاشر جنايات مدينة نصر اول المعروفة اعلاميا بقضية التخابر الكبرى بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قررت المحكمة ارسال اوراق القضية الى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي تاني لابداء الرأي الشرعي فيما نسب الى كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر محمد محمد ابراهيم البلتاجي احمد محمد محمد عبدالعاطي السيد محمود عزة ابراهيم عيسى متولي صلاح الدين عبدالمقصود متولي عمار احمد محمد احمد فايد البنة احمد رجب رجب سليمان الحسن محمد خيرت سعد الدين الشاطر سعد عبداللطيف الشاطر سندس عاصم سيد شلبي ابو بكر حمدي كمال مشالي احمد محمد محمد الحكيم رضا فاهمي محمد خليل محمد اسامة محمد العقيد حسين محمد محمود الازاز عماد الدين علي عطوى شاهين ابراهيم فاروق محمد الزياد وحددت جلسة اتنين ستة الفين وخمستاشر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين حاضرين وعلى النيابة العامة احضارهم من محبسهم لتلك الجلسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر